السلام عليكم وستكم الله بالخير سنتكلم اليوم عن رجل يعد من أعظم الشخصيات الإسلامية ومن أعظم الشخصيات الأندلسية إن لم يكن أعظم شخصية أندلسية أو أعظم حاكم أندلسي على الإطلاق الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر رحمه الله ولد الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر سنة 327 في الجزيرة الخضراء في الأندلس ثم انتقل إلى قرطبة وقرطبة تعد هي عاصمة الخلافة الأموية في الأندلس فتعلم الحديث وتعلم الأدب فنشأ فيها نشأة صالحة ويقال أن الحديب المنصور وهذا من العجائب أنه يتمنى ويحدث نفسه بحكم الأندلس من يوم كان صغير حتى أنه يقال أنه كان يوم من الأيام جالس مع أصحابه فقال لهم أن يوم من الأيام سأحكم الأندلس فتمنوا ما تشاءون فصاروا يضحكون عليه كيف أنت يا محمد بن أبي عامر تحكم الأندلس وش أنت؟ فقال تمنوا علي مشتبون حتى أنفذ وحقق لكم أمانيكم إذا حكمت الأندلس فصاروا يضحكون عليه وبعضهم وهو يضحك قال له أمنيته اللي قال أني أتمنى أن يكون رئيس الشرطة واللي يقول أتمنى أنك تعطيني من الأموال إلا واحد منهم صار يضحك عليه ويستعزئ فيه ورفضني يطلب من شيء لأنه آيس جدا أن هذا الشخص يحكم الأندلس بل أنه زاد من الاستهزاء فيه قال له إذا حكمت الأندلس أركبني على حمار معكوس يعني وجهي للخلف وطف بي على المدينة فمرت الأيام ومحمد بن أبي عامر يحدث نفسه بحكم الأندلس حتى أنه يوم من الأيام كان مع صاحب له وفي الليل يبي نمون فمحمد بن أبي عامر ما جاه النوم فلاحظ خوية أنه ما نام فسأله ليش ما تنام فسأله محمد بن أبي عامر قال قال برأيك من يصلح للقضاء في قرطبة فضحك عليه خوية قال وش عليك من الأمر هذا أنت الخليفة وش عليك من هذا الأمر هل أنت خليفة المسلمين حتى تسأل عن من يتولى القضاء فقال له محمد بن أبي عامر أخبرني عن من يصلح للقضاء فصاحب هذا صار يعطيها أسماء يطيب خاطره بس فلان ثم فلان محمد بن أبي عامر ما يعجبه الاسم فصار يعطيها أسماء حتى مر على اسم فأوقفها محمد بن أبي عامر فأعجب فيه وتهل الوجه ثم نام شوف كيف تخيل تخيل كيف الآن محمد بن أبي عامر بعيد كله البعد عن قصر الحكم مع ذلك يخطط من يتولى القضاء إذا توله الحكم مرت الأيام مرت الشهور سنوات حتى تولى محمد بن أبي عامر حكم الأندلس كيف تولى الحكم؟ اسمع كيف وبالمناسبة لما تولى حكم الأندلس تذكر محمد بن أبي عامر أصحابه اللي كان يسألهم مش تتمنون إذا حكمت الأندلس فطلبهم فحضروا عنده فقال لهم تذكرون لما سألتكم وقلت أنت أتمنى كذا وأنت أتمنى كذا فقالوا نعم وهم مستبشرين راح يعطيهم فأعطاهم اللي كانوا يتمنون عليه إلا اللي كان يستهزئ فيه وقال لها أركبني على حمار كان ساكت فسألها الحاجب المنصور فقال له المنصور أنت وش كنت تتمنى علي؟ فالرجل ساكت فقال له المنصور كنت تتمنى أني أركبك على حمار وأطوف فيك على المدينة فقال للحرس خذوه ونفذوا له أمنيته وأركبوه على حمار وطوفوا فيه بالمدينة فأخذوه وطوفوا فيه بالمدينة على حمار الحين ننتقل ونقول كيف تولى الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر حكم الأندلس الحاجب المنصور كان ذكي وكان عاقل وكان داهية ففتح له دكان بجنب قصر الخليفة الخليفة ذاك الوقت هو الحكم المسنصر بالله آخر خليفة أموي قوي في الأندلس وكانت شغلتها بالدكان يكتب يكتب المعاريض والرسائل للناس اللي يريدون يدخلون على الخليفة فوصل صيته سمعة الحاجب المنصور لزوجة الخليفة واسمها صبح صبح هذه أعجبت بالحاجب المنصور وبكتابات فأعجبت فيه وبكتاباته فنقلت أمره للخليفة فالخليفة الآن فكر أنه يستخدمه عنده يعمل فأخذها الخليفة وشاف منه دهاء وشاف منه عبقرية وشاف منه جدية في العمل فولاه عدة مناصب المناصب هذه طبعا تدرج فيها طبعا وله على السكة اللي هي زي ما نقول وزارة المالية اليوم ووله على قضاء شبيلية حتى تولى رئاسة شرطة قرطبة الآن لازم نعرف حاجة وهي أن في الدولة ثلاثة رجال أقوية الأول هو الحاجب جعفر المصحفي والحاجب هو رئيس الوزراء زي ما نقول هذا اليوم الثاني هو غالب الناصري وغالب الناصري هذا مسؤول عن مدينة سالم وعن الثغور والثالث هو الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر رئيس شرطة قرطبة طبعا الآن جعفر المصحفي الحاجب وغالب الناصري كلهم أمام الحاجب المنصور فلازم يتخلص منهم حتى يحقق رغبته فالخليفة الآن الحكم المستنصر رزق بولد اسمه عبد الرحمن فيحتاج لرجل يربيه ويقوم على شؤونه فرشح الحاجب المصحفي للخليفة محمد بن أبي عامر ليقوم بهذه المهمة فوافق الخليفة لأنه يعلم أن محمد بن أبي عامر هو الرجل الكفو فقام محمد بن أبي عامر على رعاية عبد الرحمن إلى أن توفي وهو صغير فرزق الخليفة بعد مدة بولد سماه هشام هشام هذا هو المؤيد بالله اللي رح يتولى الخلافة بعد والده والقائم على شؤونه منه الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر فقام بتربيته والقيام بشؤونه طبعا إلى الآن ما تسمى بالحاجب طبعا الآن محمد بن أبي عامر بدأ بالتقرب لأمه بدأ بالتقرب والتودد لأم هشام لأنها طبعا زوجة الخليفة فبدأ يعطيها من الهدايا ويغدق عليها حتى أنه صنع لها قصر من فضة وأهداه لها فأحبته صبح وتذكر أعماله للخليفة فلما كبر هشام وصار عمره تسع سنوات توفي أبوه الحكم المستنصر بالله فتمت مبايعة هشام خليفة للمسلمين طبعا عمره الآن تسع سنوات القائم بأموره منه الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر فلما مات الحكم المستنصر وتولى هشام وهو صغير بالسن قام النصار الآن بثورات وهجوم على المسلمين مستغلين صغر سن الخليفة فالآن نعب على منه على الحاجب المصحفي لأنه هو رئيس الوزراء هو اللي يقوم بالأعمال بعد الخليفة لكن المصحفي كان ضعيف وما عمل شيء حيال هذا الأمر فقام محمد بن أبي عامر وجهز الجيش وخرج بنفسه فخرج بالجيش لمدة 53 يوم حتى ترد النصارى فرجع إلى قرطبة لما رجع إلى قرطبة وشاف الناس الأمر هذا من أبي عامر فرحوا فيه لما شافوا منه الشجاعة والقوة فأحبوه وأحبه قبلهم الجيش لأنه أكرمهم بالمال وهذا ذكاء فطنه من محمد بن أبي عامر أحبه الآن الشعب وأحبه الجيش وبنفس الوقت أم الخليفة صبح تحبه فاستغل الأمر الآن فجرت المصحفي من أعماله وشلون؟ ما صار له الآن إلا اسم الحجابة ما صار الوزراء يدخلون على الحاجب المصحفي مثل ما كان أول لأنهم الآن كلهم في صف منه محمد بن أبي عامر فأحس المصحفي أن أمره انتهى فجرته من كل الصلاحيات حتى أنه يمشي بالشارع إلى موكب فلما وصل الحاجب المصحفي لهذا الضعف يعني كل الوزراء والجيش مع محمد بن أبي عامر وأم الخليفة مع محمد بن أبي عامر الآن كتب محمد بن أبي عامر باسم الخليفة أمر بسجن الحاجب المصحفي فوقع عليها الخليفة وسجن المصحفي طبعا قبل هذه لما أحس المصحفي بالضعف أراد أنه يتزوج بنت منه غالب الناصري اللي ذكرناه قبله شوي فليش راح يتزوجها؟ حتى يتحالف المصحفي مع غالب الناصري على منه؟ على الحاجب المنصور لكن المنصور عرف بالأمر هذا فقام وخطب بنت غالب الناصري وتزوجها الآن طيق الخناق على المصحفي ثم كما ذكرنا الآن المصحفي في السجن الآن تخلص محمد بن أبي عامر من المصحفي لكن الآن بقي من غالب الناصري فتخلص منه فصفى له الجو فهوش اللي عمله الآن؟ قام بالحجر على الخليفة الصغير ولا يخرج من القصر ويقومه بأعمال الخلافة يعني أن اللي بيدير أعمال الدولة الآن هو محمد بن أبي عامر الخليفة الصغير هذا مجرد اسم بالخلافة فقط أم الخليفة الصبح ما لها حيلة الآن تجاه ما يفعله الحاجب المنصور لأن الناس كلها معه فبدأ الحاجب المنصور يدير البلاد بكل حزم وكل قوة وكل دهاء يعطي الجيش فأحبه الجيش وهذا أهم أمر فالحين خلونا ناخذ قصص الحاجب المنصور أثناء تولي حكم بلاد الأندلس خلونا ناخذ قصة من دهاء الحاجب المنصور يوم من الأيام كان فيه تاجر خرج من البلدة وكان معه صرة ذهب فمر في نهر وكان الجو حار فأراد أنه يسبح في النهر فوضع ملابسه ووضع الصرة هذه صرة الذهب عند الملابس فوهو يسبح جاء الطير هو طير الحدأة فأخذ الصرة فطار فيها الطير الآن التاجر هذا يريد أنه يلحق فيه لكن ما استطاع فتوجه الطير جهة البساتين وتغيب عن نظره فاغتم التاجر وصاب هلهم وصار يقص السالفة على الناس اللي يعرفها فقالوا له ليش ما تروح وتشكي على الحاجب المنصور وفعلا دخل التاجر على الحاجب المنصور وقص عليه القصة فالحاجب المنصور سأل التاجر قال الطير هذا إلى وين توجه إلى أي جهة فقال التاجر توجه جهة كذا وكذا فقال الحاجب المنصور للتاجر ابقى حولنا ولا تروح بعيد ثم رسل الحاجب المنصور إلى أهل البلدة اللي توجه الطير إلى جهتها فطلب الأعيان اللي فيها فسألهم الحاجب المنصور هل فيكم رجل في البلدة تغيرت حاله؟ يعني كان فقير ثم ظهر عليه الغنى فجأة قالوا نعم فلان ابن فلان كان ضعيف فجأة ظهرت عليه النعمة فأرسل قائد شرطته إلى الرجل هذا فاستدعاه فلما دخل عليه الرجل مباشرة المنصور واجه هذا السؤال قال أين صرت الذهب التي سقطت عليك؟ فارتعد الرجل وارتجف من الخوف كيف عرف الحاجب المنصور فقال هي في البيت اعترف على طول فقال له الحاجب اذهب وأحضرها وأرسل معاه الحرس فلما دخل عليه بالصرة نادى الرجل التاجر فلما حضر التاجر عنده وشاف الصرة فرح وطار من الفرحة لأن المال قد رجع له فسأل الحاجب المنصور ذاك الرجل كيف حصل لك المال هذا؟ فقال إني كنت في مزرعتي فجاء طائر وألقاها علي فأخذتها واغتنيت فيها فقال الحاجب المنصور إنك لو أتيتنا بها لأغنيناك ولكن اذهب بلا ثواب ولا عقب وقال للتاجر كم نقص من مالك؟ فقال التاجر دنانير قليلة فأعطاه المنصور ما نقص من مالك فقال التاجر والله لا أتحدث في مشرق الأرض ومغربها أن الحاجب المنصور ينصف الناس حتى من الطير ولما نجي نتكلم عن جهاد الحاجب المنصور ضد النصارى نقول لازم تعرف حاجة مهمة جدا أن خاض في مدة 27 سنة 52 غزوة وقيل 54 وقيل 56 وقيل 57 غزوة في هذا العدد الكبير الذي خاضه الحاجب المنصور من الغزوات ما هزم في معركة واحدة قط والحين خلونا ناخذ من قصص جهاده مع النصارى شوف كيف العزة والعظمة اللي راح تسمعها الآن من الحاجب المنصور كان الحاجب المنصور في صلح بينه وبين حاكم النصارى من شروط الصلح أنه ما يكون فيه أسير مسلم عند النصارى ويوم من الأيام أرسل الحاجب المنصور رسول من عنده إلى حاكم النصارى فاستقبل حاكم النصارى أيما استقبال ليش؟ لأن هذا رسول الحاجب المنصور فلازم يظهر له الاحترام والتقدير حتى ما يحصل أمر يغضب الحاجب المنصور فيقوم بغزوهم وجهادهم لدرجة أن رسول هذا يتجول ويدور ويروح لأي مكان يبيه فدخل الحدائق ودخل الكنائس فمر على كنيسة من الكنائس فمر على كنيسة من الكنائس العظيمة عندهم فنادت امرأة تصوت له لأنها عرفت أن هذا إنسان مسلم من هيئته فجاء لها الرسول فإذا هي امرأة مسلمة وأسيرة عندهم ومعها أيضا امرأتين أسيرتين يعني ثلاث أسيرات في الكنيسة فقالت للرسول هل يرضى المنصور أن يتنعم في قصره ونحن أسيرات عند النصارى فرجع الرسول إلى الحاجب المنصور فأخبرها الخبر أن المرأة أسيرة عندهم ومعها أثنتين وقالت ما قالت فغضب الحاجب المنصور وحلف بالله أن يدمر عليهم أرضهم ويساوي كنيستهم بالأرض ويستخلص الأسيرات فحرك الجيش فوصل الخبر إلى ملك النصارى أن الحاجب المنصور قد خرج بالجيش ومعروف المنصور إذا خرج بالجيش وش اللي يسويه فارتعد وارتجف من الخوف فسأل ليش خرج الحاجب المنصور بالجيش فأخبروه الخبر أن فيه أسيرات مسلمات عنده بالكنيسة ففتحت حقيق مباشرة بالموضوع فوش اللي صار؟ أحد قادة الملك قد أسر المسلمات ووضعهم في الكنيسة بدون علم الملك فأخرج الملك المسلمات وأرسلهم إلى الحاجب المنصور وأرسل له يقسم أنه ما كان يعرف بالموضوع أبدا وأن الملك بنفسه يقوم ويهدم الكنيسة ويسويها بالأرض إتماما لحلف الحاجب المنصور وفعلا وصلت الرسالة ووصلت الأسيرات إلى الحاجب المنصور وقام الملك بهدم الكنيسة وسواها بالأرض فرجع الحاجب المنصور إلى قرطبة بعدما أذل ملك النصارى ودخل قرطبة بكل عزة وشموخ رحمه الله وكان الحاجب المنصور يغزو في كل سنة مرتين في الصيف غزوة والشتاء غزوة فتسمى بالصوائف والشواتي ومن قصصه في الغزوات أنه خرج يوم من الأيام في معركة فمر بين جبلين وكان الممر هذا ضيق فلما مر وسو اللي سواه أراد أنه يرجع فوجد أن النصارى قد ضيقوا عليه ما يستطيع أنه يخرج فوش اللي سواه الآن رجع واختار مكان يبقى فيه هو الجيش ما عنده أي مشكلة فصار يغزي الديارة القريبة منه الديارة النصرانية فيقتل الكبير فالآن النصارى يظنون أنهم ضيقين عليه لكن المشكلة الآن كبيرة النصار هو يغزيهم في محلهم فأرسلوا له عقد صلح أنهم يفسحون له المجال ويرجع وما يحمل معه لا غنائم ولا سبيل فصار فضل أمر وقال أني إن رجعت إلى قرطبة سيحين موعد الغزوة الأخرى فأبقى هنا إلى موعد الغزوة الأخرى فلن أرجع فأخذ جثث النصارى ورماها بالمضيق اللي كانوا مضيقين فيه عليه فالآن أرسلوا له رسالة ثانية لما شفوا الجدية منه ومسوي لهم مشكلة قالوا أخرج ومعك الغنائم فرفض فقال سأخرج بشرط أعطوني الدواب من عندكم واحملوا الغنائم اللي أخذتها من عندكم وسبي إلى قرطبة وأعطوني الطعام والشراب وأعطوني الطعام والشراب للجيش حتى نصل إلى قرطبة وحملوا جثث موتاكم من عند المضيق فما كان في حل عند النصارى إلا أنهم يوافقون فجاءوا بالمراكب من عندهم فحاملوا الغنائم اللي أخذها من عندهم ومدوه بالطعام والشراب وأبعدوا جثث موتاهم من الطريق فعاد إلى قرطبة بكل عزة وشموخ رحمه الله تعالى ولا بد أن تعرف أن الحاجب المنصور وطئ بجيشه مواضع ما وطئها قبل حاكم مسلم قط حتى أنه قرر أنه يغزو مدينة شنت ياقب وش مدينة شنت ياقب هذه اللي أراد المنصور أنه يغزوها هي أعظم مدينة مقدسة عند النصارى فيها كنيسة في الكنيسة قبر يقول النصارى أن هذا القبر أن هذا القبر صاحبه يعقوب أحد الحواريين لعيسى عليه السلام وأنه أقرب الرجال إلى عيسى عليه السلام فكان النصارى يحجون لهذه المدينة ويعظمونها وكان طريق هذه المدينة شديد الصعوبة والوعورة حتى أنه ما فكر أحد من المسلمين أو حكام المسلمين أنه يغزو هذه المدينة لكن الحاجب المنصور أراد غزوها فعلا فحرك الجيش وعبر ذاك الطريق الصعب الوعر بجيشه وفتح القلاع حتى وصل إلى مدينة شنت ياقب فلما وصل للمدينة ما وجد في المدينة أحد ليش؟ أهل المدينة عرفوا أن الحاجب المنصور قد قدم لغزوهم فهربوا منها ما بقي في المدينة أحد فقام المنصور بجمع الغنائم وهدم الكنيسة وهدم المدينة عن بكرة أبيها وتسويتها بالأرض وما كان المنصور ينتهي من غزوه إلا يجهز للغزوه الأخرى وما جهز لغزوه إلا سمع فيها النصارى إلا سمع النصارى بخروجه فأغلقوا عليهم حصونهم وقلاعهم خوفا منه رغم أن المسافة بينهم مسافة أشهر وكان الحاجب المنصور يوم من الأيام راجع من غزوه فاعترضت طريقه امرأة فقالت له يا منصور هل تسمع ندائي؟ أنت في طيب عيشك وأنا في بكائي فقال لها ما الأمر يا امرأة؟ فقالت له إن ابني أسيرا في بلدي كذا وكذا عند النصارى فما كان من المنصور إلا أن توجه إلى تلك البلاد فدخلها وخرب فيها ما خرب واستخرج الأسير وعاد به إلى أمه وكان المنصور إذا رجع من الغزوات يتفقد الجيش ويتفقد الخيوم فيشوف وش اللي مات وش اللي بقي حتى أنه من هيبته إذا وقف أمام الجيش يتفقده كل الجيش يطرق أمامه ما يرفعون رؤوسهم احتراما له حتى قيل أن الخيل اعتادت في ذاك الموقف أنها ما تكثر من الصهيل ولا إصدار الأصوات حتى وفاة المنصور رحمه الله كانت في طريقه لأحد غزواته للنصارى فحمله الجيش إلى مدينة سالم فدفن فيها ولما توفي فرح بموته النصارى واستبشر وأقام الأفراح حتى أن ملك اشتاله الملك النصراني جاء إلى قبره ووضع سرير من ذهب على قبر الحاجب المنصور وجلس عليه هو زوجته وأمامهم الحاشية فقال هذا الملك النصراني يبتل كبر غرور أما ترون أني قد ملكت بلاد المسلمين وأجلس على قبر ملكهم فقال له أحد الحضور والله لو تنفس صاحب هذا القبر ما تركنا على قيد الحياة فقضب الملك النصراني وأخرج سيفه بيقتل الرجل فأمسكت زوجته وقالت بل صدق هل تفخر بفعل هذا الأمر؟ تجلس وتحتفل على قبر إنسان ميت وين أنت يوم كان على قيد الحياة؟ فسكت الملك وما تكلم بكلمة وقد كتب على قبر الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر بيتين من أرواع الأبيات آثاره تنبيك عن أخباره حتى كأنك بالعيان تراه تالله لا يأتي الزمان بمثله أبدا ولا يحمد ثغور سواه وأخيرا مصدر كلامنا كتاب نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للشيخ أحمد المقري وإلى هنا وسيدعكم الله وفي أمان الله اشتركوا في القناة